السلام عليكم معكم علي أهلاً وسهلاً بكم الدرس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ليصلك كل جديد المعضة تابع القناة لكن ينسى يشترك بالقناة قبل تابع الفيديو انتبه إذا ضغط على زر الاشتراك وانفعل زر الجرس ليصلك كل يوم فيديو جديد بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن أحد الدروس المهمة جداً في اللغة الإنجليزية في اللغة المحكية أو لدارسي اللغة الإنجليزية عند الامتحانات أو عند قراءة نص معين أو استخدام اللغة بشكل عام في الكتابة أو الاستماع أو القراءة أو التحدث درسنا لهذا اليوم هو The Passive يعني المبني للمجهول في هذا الفيديو نتكلم عن ماذا يعني مبني المجهول ومقارن بين اللغة العربية والإنجليزية وكيف استخدمه الجزء الثاني نتكلم لماذا نستخدم المبني المجهول في اللغة الإنجليزية وكيف أكون المبني المجهول وفي الجزء الآخر نأخذ بعض الأمثلة إذن كما أخبرتكم درس مهم جداً جداً لذلك تابع معي نهاية الفيديو إن شاء الله تفهم المبني المجهول بطريقة سهلة وسلسة ماذا يعني المبني المجهول؟ المبني المجهول يعني أنه تركيزنا على الحدث ولا نعلم من قام بالفعل يعني لا نعرف فاعل هذا الحدث بالتالي نستخدم المبني للمجهول ماذا يعني مبني؟ المبني المجهول يعني يعود على شخص مجهول غير معروف مثلاً عندنا باللغة العربية تأكل التفاحة لاحظ هذا مبني المجهول يكون مضموم الأول إذن يكون مفتوح الحرف القبل الأخير تكتب القصة إذن لاحظ إذن مبني المجهول أيضاً عندنا أوكيلات التفاحة أيضاً عندنا ضمة من الأكلها لا نعرف كتبت القصة أيضاً لاحظ مضموم الأول إذن جميع هذه الجمل بالمبني المجهول أول جملتين حالة المضارع مبني المجهول الحالة الثانية ماضي مبني للمجهول كما قلنا باللغة العربية شكله بضم الأول وفتح ما قبل الآخر إذن هذا الحال أشكل المبني للمجهول تأكل التفاحة لا نعلم من أكل التفاحة تكتب القصة لا نعلم من يكتب القصة تأكلت التفاحة وهكذا إذن رأينا ترجمها The apple is eaten تكتب القصة The story is written وكليات التفاحة The apple was eaten كتبت القصة The story was written The story was written لكن فقط كمعلومة سريعة كيف أشكل المبن المجهول باللغة الإنجليزية يكون لدينا فعل كون لحسب الزمن ثم الفعل بالتصريف الثالث هذا هو شكل الفعل بالمبن المجهول يكون لدينا فعل كون ثم لدينا فعل كون وفعل ثلاث نسميه For the past participle إذن الشكل الثالث للفعل مثل عدنا make يصنع made صنع made مصنوع إذن نأخذ الجزء الثالث من الفعل أو الشكل الثالث من الفعل يعني عدنا write يكتب wrote كتب written مكتوب إذن نستخدم الشكل الثالث للفعل نسمي past participant إذن يكون لدينا فعل كون وبعدين verb 3 ننظر لهذه الجملة أحمد makes a key يعني يصنع أحمد مفتاح مثلا everyday وهكذا كل يوم كيف أشكل المبني المجهول أول شيء نعرف باللغة الإنجليزية الجملة تتكون من subject فاعل verb فعل عدنا complement أو the rest of the sentence تتمت الجملة أحمد الفاعل makes الفعل و a key هو المفعول به object كيف أشكل المبني المجهول أولا نضع المفعول به في بداية الجملة أول خطوة أضع المفعول به هو a key تصبح بهذا الشكل a key طبعا وضعنا capital letter دائما نبدأ بجملة بحرف كبير هذا صار الفاعل الآن الفعل كيف يكون شكله بالمبني المجهول مكون من جزئين فعل كون والفعل بالتصريف الثالث فعل كون مع a key يجب أن يكون مفرد لماذا؟ لأن a key مفتاح واحد طيب نشوف زمان الجملة makes ما هو زمان الجملة؟ present simple إذا المضارع بسيط كيف عرفت يا أستاذ؟ لأنه في عدنا هذه الساة المفرد الغائب نضيف فقط بالمضارع البسيط بالتالي فعل كون بالمضارع البسيط يكون am أو يكون عندنا is أو يكون عندنا are أضع فعل كون is a key is أحول make إلى التصريف الثالث أو الشكل الثالث للفعل make made made تصبح make في التصريف الثالث made a key is made تصبح يصنع مفتاح إذا رأيت أذكر الفاعل يعني أكد على الفاعل أستخدم by by بواسطة أو عن طريق أحمد a key is made by أحمد يعني يصنع مفتاح بواسطة أو عن طريق أحمد إذن هنا أكدت على الفاعل عندنا استخدام by لو حذفنا by فقط a key is made يصنع مفتاح تركيزي على الحدث بهذه الحالة لكن إذا أردت أن أؤكد على الفاعل أضع by a key is made by أحمد عندما أريد أن أترجمها للغة العربية يصنع لاحظ مضارع إذن يصنع مفتاح بواسطة أو عن طريق أحمد إذن مضموم الأول ومفتوح قبل الأخر إذن بشكل سريع كيف يشكل مبني مجهول؟ أولا المفعول به أضعه فاعلا يعني يصبح في بداية الجملة يجب أن أعرف زمن الجملة لماذا؟ لكي يختار فعل الكون مناسب لزمن الجملة عندنا مضارع بسيط عند إذن أستخدم لماذا مو أر ولا أم؟ لأن نعدنا بداية الجملة مفرد عند إذن أستخدم أحول الفعل إلى الشكل الثالث أو للتصور الثالث للفعل يصبح made أرد أن أذكر الفاعل أضع باي حرفة جر باي وضيف أحمد تصبح نفس الجملة لكن في الماضي أحمد صنع أحمد مفتاح بالماضي كما قلنا يجب أن نعرف المفعول به المفعول به يأتي بعد الفعل أكي نضع أكي في بداية الجملة إذن أكي بعدها يجب أن نعرف زمن الجملة زمن الجملة made كيف أعرفوه عن طريق الفعل made بالماضي عند إذن فعل الكون يجب أن يكون بالماضي لماذا؟ لأن الفعل بالمنون الجهول يجب أن يكون فعل كون وفعل بالتصريف الثالث الماضي من am و is كما نعلم was الماضي من are where عند إذن فعل الكون مع أكي نستخدم was لأنه مفرد التصريف الثالث من made نحن نعرف make يصنع made صنع made أيضا التصريف الثالث نفس التصريف الثاني a key was made a key was made تصبح صنيعة إذن نريد أن ترجمها صنيعة مفتاح إذن لاحظ ضم أوله لكن بالماضي a key was made صنيعة مفتاح تركيزنا على الحدث لا نعرف من الذي صنع المفتاح إذا أردنا تأكيد الفاعل نستخدم by by بواسطة أو عن طريق أحمد إذن تصبح a key was made by أحمد يعني صنع مفتاح بواسطة أحمد إذن a key هي الفاعل was made وهي الفعل مؤكون من فعل كون والفعل التصريف الثالث تكملت الجملة by حرف الجر by وأحمد إذن الفاعل الجديد هو أ key وليس أحمد بالحال الأولى بالمبنى المعلوم active voice سميه مبنى المعلوم أحمد عندما نحولها passive voice إذن مبنى المجهول يصبح a key هي فاعل الجملة الأخرى بالحال الأولى مفعل به بالحال الثانية يصبح فاعل كيف عرفنا لأنه جاء بداية الجملة متى أستخدم المبنى المجهول عندما لا أريد أن أذكر the door of the action لا أريد أن أقول فاعل الحدث من الذي قام بالحدث عندما لا يكون هناك حاجة لذكر الفاعل يعني تركيزنا على الحدث مثلا the cake was made the cake was baked يعني صنعت الكعكة أو خبزة الكعكة في هذا الحال نحن يهمنا الكعكة جاهزة للأكل ما يهمنا أنه لخبزها في هذا الحال ليس هناك حاجة لذكر الفاعل أيضا عندما يكون تركيزنا على الحدث نستخدم المبنى للمجهول المبنى المجهول أيضا باللغة العربية عندنا مبنى مجهول إذن بضم أوله وفتح ما قبل آخره أيضا المبنى المجهول أشكله باللغة الإنجليزية بفعل كون والفعل بالتصريف الثالث كيف أحاول جملة من المبنى المعلوم إلى المبنى المجهول أبحث عن المفعول به أضعه فاعلا يعني في بداية جملة جديدة وأحدد زمن الجملة بعدما أحدد زمن الجملة يجب أن تختار فعل الكون المناسب وضعت فعل الكون المناسب على حسب الزمن وحسب إذا كان مفرد أو جمع أيضا أحاول الفعل من المضارع إلى التصريف الثالث للفعل وإذا أردت أن أضع الفاعل أو أذكره أستخدم حرف الجرباي وأضع الفاعل القديم في الجملة الأولى إذن بهذا الشكل تكلمنا بشكل مبسط عن المبنى المجهول كجزء أول رح نأخذ تمارين كثيرة وأيضا مع كل زمن له مبنى للمجهول يعني زمن مبنى المعلوم أيضا لهم مبنى للمجهول مثل عندنا Pass Continuous Passive Present Simple Passive أيضا يعني كل زمن 12 زمن باللغة الإنجليزية قابل 12 زمن بالمبنى للمجهول بهذا الشكل هنا القسم الأول من حديثنا عن المبنى المجهول نتابع إن شاء الله في فيديوهات قادمة أتمنى أن أقدموا الشيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته